كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا عن تحويل الدفعة الثانية من القرض الميسر قرض ضعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن والمخصص لدعم الموازنة العامة وقيمته 20 بليون ين ياباني تقريبا أي ما يعادل 170 مليون دولار أمريكي ويبلغ حجم القرض الإجمالي تقريبا 250 مليون دولار وقد تم توقيع اتفاقية القرض في 21 من كانون الأول 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 85 مليون دولار بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع اتفاقية القرض ومدة سداد القرض تبلغ 30 سنة حيث تشكل العشر سنوات الأولى فترة سماح وتهدف جايكا من تقديم قروض سياسات التنمية لدعم الموازنة في الأردن إلى دعم الحكومة الأردنية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة ودعم إحداث إصلاحات لأكثر القطاعات أهمية